المهندس هاني بيرزي رئيس المجلس تصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة ايديتا عندنا النهاردة المؤتمر الأول لمصدري على الصناعات الغذائية أكيد في سبب خلانا نفكر أننا نعمل هذا المؤتمر ونشد خط ونبدأ من جديد معركة الصادرات المصرية أكيد طبعاً إحنا وصلنا لإيه؟ أرقامنا بتقول إيه؟ محتاجين إيه؟ أعتقد إحنا فكرنا في موضوع المؤتمر ده من فترة لأنه قطاع الصناعات الغذائية وقطاع التصديري بصفة خاصة يعني الحقيقة حقق إنجازات كويسة جداً خلال الأعوام السابقة وكان مهم جداً أن احنا نجتمع كمجموعة من المصدرين الأعضاء في المجلس التصديري بعد الحوار نقدر نقول حوار بين المصدرين والحكومة وممثلة في معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وحلقات نقاشية ونطلع في الآخر لقول والله إحنا عملنا كذا حققنا الأرقام دي وعايزين نحقق الأرقام المستهدفة في ما تم يعني الطموح اللي موجود لدى فخامة الرئيس بتحقيق الـ 145 مليار دولار وإحنا عشان نوصل لازيل مرحلة ونقدر نقدر صحة ولا لا؟ لا نقدر أكيد نقدر طبعاً أكيد نقدر إنما كلمة نقدر دي ما هياش كلمة كلمة لا بالعكس عايزة فيها وراها حاجات كتيرة ومعنى كتير جداً إنه يجب أن القطاع الخاص وقطاع التصدير يتعامل ويتفاعل مع الحكومة جنباً إلى جنب ونشتغل مع بعض كفريق واحد نشتغل مع بعض بأهداف محددة عشان نقدر ننجز لإن ولا الحكومة هتقدر تنجز لوحدية أنا بكلمك متحد صراحة ولا القطاع الخاص هتقدر يشتغل لوحدك وبالتالي مهم إن إحنا نتكاتف ونحط مشاكلنا مع بعض ونقدر نوصل لحلول قدر المستطاع عشان نحقق الأرقام المستهدفة أرقامنا النهاردة بتقول إيه اللي تخلي الدولة لازم تسندنا لازم تقف معانا كقطاع صناعات غذائية مصدر لكل العالم إحنا حققنا في الربع في النص الأول من عام 24 تلاتة وسبعة من عشرة مليار دولار ده رقم إحنا كنا نحققه في سنة كاملة في النظر شهر ونسب النمو بتاعتنا اللي إحنا بنتكلم عليها 15% يعني إيه 15% لما تترجمها كده في الأرقام يعني بتكلم في حوالي زيادة في الصدرات مليار دولار كل سنة هل ده ممكن؟ أيوة ممكن طب إحنا عشان نعمل ده إيه؟ لازم نشجع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لازم نشجع الشركات الكبيرة أنها تستسمر الشركات المتوسطة أنها تستسمر ونقبر القاعدة التصديرية بتاعتنا ده الهدف اللي إحنا اشتغلنا عليه كمجلس تصديري خلال الأربع سنوات الماضية وبالتالي زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة وزي ما قلت الصبح النهاردة إحنا مش عايزين نخلي دور المجلس دور معارض وفقط لغير نعمل معارض المعارض المعارض وده كانت فعلا النهج اللي كان موجود في السنوات السابقة لا مجلس التصديري دوره أهم من كده بكتير راج شفت النهاردة المهندس حسن الخطيب وزير السسمار والتجارة الخارجية الراجل واقعي جدا طرح التحديات اللي بتواجهنا وقال حلول ووعد خلال مئة يوم كما وعد رئيس الوزراء إنه هيقدم خطة كاملة للنهوض بجميع الكطاع أو الكطاعات التصديرية في مصر تعليقك وخاصة على أمر هام جدا قال لك اللي هيصدر ويحط الدولار في البنك هياخد النعم التصديري فورا في أقل من ثلاث شهور أكتر حاجة عجبتني النهاردة في كلمة معالي الوزير الشفافية والمصرحة أنا جيت وشايف إنه القطاع الخاص دوره مهم جدا ولكن معبأ ومكبل بالأعباء ودي واحد اتنين تلاتة اربعة شايف إنه برنامج رد الأعباء ده مهم جدا ولازم يبقى موجود ولازم فيه إسرع وفيه إسرع والراجل أنا اللي عجبني برضو إنه هو مش جاي يلا أنا هاخد قرارات لأ أنا عايز أدرس القرارات المت يوم حرك محتاج إنه هو يركز في إيه أو وزارة السمار تركز فيه قبل لما نطلع استراتيجية ممكن نمشي عليها سنين أنا أعتقد ده هو هوا هيركز الأول في المشاكل الموجودة هيركز الأول في الأعباء اللي موجودة على المصرح هيركز على المشاكل اللي بتعوق حركة الاستثمار أولا وحركة التصدير والتجارة الخارجية شانت خرق بضاعة 140 شحن 140 دولار إحنا بنتكلم في الموضوع ده بأننا 30 سنة يعني أنا دول كتيرة جدا قابلينا بكتير النهار ده بتروح خلاص أنا بستورد نفس السلعة ونفس المادة الخام دي وأنا شركة شركة كبيرة محطوطة على الويتليست وبستوردها من المورد الفلاني ده بقالي 30 سنة لازم كل شوح نتيجي وأفضل أقف وأعمل تحليل وأبعث مش عارف فين وأعود لـ 45 يوم وأدفع أرضية ليه يا جماعة لازم طب ده ناتج عن إيه ناتج عن عدم وجود ثق يعني الشركات الكبرى النهار ده بتستورد مادة خام بقالها زي بقول حضرتك سنوات عديدة طب إيه المشكلة أن أنا يبقى فيه جرين كوريدور البضاعة دي تخش الميناء تطلع وما فيش مانعة وما يمنع أبدا أن أنا أعمل من وقت للآخر أن أنا أشيك على على ما كل دي بتقلل من تنافسية مصر وأنت بتدفع رضيات وبتدفع جمارك ولازم الفكر وهو ده اللي اشتغل عليه أعتقد هشتغل ليه المهانس حزن الخطيب الفكر بدأ على الجهات الحكومية 67 جهة دي الفكر أن هي تلم رسوم وتلم أموال من القطاع الخاص عشان تقدر تصرف على نفسية لا ده فكر خطأ